السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنوات طيبين مع موسم الطيرات الصيفي زي كل سنة متعودين ان دايما الشباب بتبدأ تعمل بقى طيرات ورقية والطيارها النهاردة شفنا مجموعة من الشباب همت هنسألهم همت مطيرين طيرات زي ما انتم شايفين مسافة عالية جدا ومتحكمين فيها عايزين نعرف منهم شوية معلومات ازاي بيعملوا الطيرات ديت وازاي بيتحكموا فيها وايه الحاجات المستخدمة في صنعها ونعمل فيديو كويس كده معاهم اسمك ايه احمد رمضان اه وعفتاح وعفتاح ايه احمد انت الطيرات ديت عملها ازاي بيبوس وفيه منها بجريد وتعملها نجمة وحدا اه انت اللي عملها ولا حد عملها لقال انت اللي صنعها لوحدك اه بس يعني ما شاء الله طلع يعني المسافة بعيدة قوي يعني ايه اللي بيخلاها تطير المسافة البعيدة الجميع ايه الساسة لو تغمز لها بتغمز ده يعني ايه كده اه لك انت طوع تشد الخد كده اه اه ديت انت يعني يعني انت بترف تتحكم فيها بالتغميزة دي كده اه كل ما يجي لها طوع تلف وتروح مغمز والله عشان تبقى سابتة فوق كده اه اه ماشي ويه تاني بقى ومشمع وتعمل لها نجمة وتعمل لها ديل اه وتروح اه تجربها شوية وتروح طنع اه انتم يعني اول مرة لا بنعملها كل سنة كل سنة بس اسمعنا اني في ناس كتير اه يعني اه في ناس وقعت من فوق الاصطاح في ناس اتعوارت دي رأي عشان مو عندهم السود حد تحهم من غري اصور اه وممع فوش طيارة عالستار تار عالاراض وعالآ مكان مكان اماني يعني اه اه بس سبعي عن التغط العالم لو التار فوش عالستح عندك بس يكون عندك فصور بس يكون فصور اه اه افعد عن العموين والسلوم اه شو ما تنشافش حلوة يعني من الطيارة دي كنت في سنة كاية انا في سنة تعدادية تعدادية اتدك يا جماعة طيب ايه نبسك تطلع ايه لما تكبر اطلع دكتور مش طيار لا مش عايز تطلع طيار طيب قولي بقى انت حاسس باي كده وانت مطير الطيارة الحلوة كيه اه اه واكدناك بطيار طيارة عايي اه واكدناك اه يعني الشادة منك ومش عالت الطيارة اول والله اه سيكة كويس وصالتها فوق اه اه واخدت خط جيبت الخط ده كله من ايه شريه اه جيبت كم بقرة بقى بقرتين يعني ودول بقرتين اه عشان تجيب معاك الارتفاع ده كل ماشي والخماد بقى دي تلبوسوا الحاجات دي تجيها من ايه من اي ذات يعني عندك بوس هتقول وانا هعمل هقفل لك البوس وقفل لك كل حاجة وبجيبني المشمع اه ودينو هتقول بسنة بعمل حسن من كده واشكل من كده برده بتيامل حاجاتها احلى من كده اه في واحد اسمه ابو علي برده في محافظة الاليوبية في المنزلة بيعمل حاجات هنا اه هو بيأول اللي عامل بها ديت وعمل طهارات كتير يعني عامل كزا واحدة بمش دي بس اه عمل لنا كتير والله بيبعها بكامل واحدة الواحدة 50 جنيه يعني واحدة وفيه اعلى فيه كبيرة او اكتر من متر يعني متر ونص متر ونص السادية اه دي خمسين دي عنقبوت وساعات يعمل لك فراجة وساعات يرسم لك اسل وساعات يرسم لك خفاش ومثلس ونجمة اه وكل حاجة كتيرة جميل او طب يعني انتو عايزين تقول حاجة الناس يعني فيه حاجة تحب تقولوا حاجة للناس اللي بتفرجوا عليكم احنا بنعمل تيارات اهوت واللي عاوز يتفرج عليهم ماشي كل سهلا ونطيبين اشتركوا بقى معنا في القناة قناة اليوتيوب اسمها الشام حكايات لو عايزين تشوفوا اي احد معايا تيوب تكتب كلمة الشام حكايات هتلاقي الفيديو ده ان شاء الله نازل عليه خلاص كل سهلا ونطيبين يلا يلا مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة